صباح الخير وكل حاجة حلوة على مشاهد الصحة والجمال وأهلا بكم وحلقة جديدة ومفتاح جديد من برنامج مفاتيح الحياة هكون معاكم سلفانا الحارس ولمدة نص ساعة كل يوم أربع من الساعة 12 ونص للساعة وحدة الظهر فيه ساعات بنمر بيها بحياتنا بتبقى الدنيا كلها مقفولة كل البيبان بتتقفل في حياتنا في وشنا وبنحس بمشاعر الغضب والحزن والضيء من غير سبب وساعات برضو بنمر بحياتنا بأوقات البيبان كلها بتتفتح وبيحصل لنا زي انفراجة اللي هي البيبان بتتفتح من غير حساب وبنحس بمشاعر الفرحة والسعادة برضو من غير سبب لكن بيني وبينكم مفيش حاجة من غير سبب كل حاجة لها سبب هنفيش حاجة بتحصل صدفة كل النتيجة لها سبب والسبب هنا هو القرمة القرمة هي موضوع حلقتنا النهاردة في القرمة موضوع مهم جدا والقرمة بيكمن فيها حكمة الحياة القرمة هي من اهم القوانين الكونية بيطلق عليها كمان قانون العدل الالهي وقانون السبب والنتيجة والفعل ورد الفعل القرمة هي انك لما بتعمل حاجة فعل بيجي لك نفس رد الفعل بيرجع عليك يعني انت لو مثلا حطيت في نيتك فعل او فعلت الفعل او فكرت او حتى مشاعر داخلية كل ده هينعكس عليك كل ده هيرجع عليك علشان اللي بيزرع شيء بيحصده يعني لو زرعت خير هتحصد خير ولو زرعت شر هتحصد شر وربنا قال لنا من يعمل مثقال زرات خيرا يرى ومن يعمل مثقال زرات شرا يرى يعني احنا اي حاجة بنعملها ربنا ذكر الزرة الزرة مفيش اصغر منها ان اي حاجة بنعملها مهما كانت بسيطة احنا ما نستقلش بيها اي حاجة هترجع علينا وكمان ما نستصغرش الزنوب انه ممكن حاجة بسيطة انا ابقى بعملها ممكن انا اتحملها غير ما يتحملهاش فما ينفعش ان احنا نستصغر الزنوب خالص عشان كده علي ابن ابي طالب قال ان اكبر الزنوب اللي صاحبها بيستصغرها علشان مثلا حتى على فكرة في الحسنات كمان مش الزنوب ممكن حاجة بسيطة نعملها يكون لها فعل كبير ويكون لها تأثير كبير على اللي قدامنا يعني مثلا لو في حد في ضقيقة مادية مزنوق في مبلغ بالنسبالك بسيط ولا حاجة بالنسبالك لكن بالنسباله حاجة كبيرة وهيفرد عنه هم كبير فانت لو نويت نية الخير وفرقت هم الشخص ده بمبلغ بسيط بالنسبالك الخير اللي هيرجع عليك مش هيبقى بحجم المبلغ هيبقى بحجم المشاعر والانفراجة والسعادة اللي انت حققتها للشخص ده بيرجعلك بانفراجة بيرجعلك بحد بيرشدك للخير بيرجعلك بمبلغ مالي ما تتوقعوش فاحنا ما نستقلش باي حاجة ممكن تفرج على حد او ان هي تسعد حد حتى لو ما اسعدتنيش وبرضو ما ينفعش ان احنا نستقل الزنوب او نستصغر الزنوب يعني مثلا لو شخص ازى حيوان اللي هي احنا ساعات بنشوف ممكن مثلا شخص يضرب كلب او قطة برجله لو دايقه او يبعده فده ازى ما اقولش ان ده حيوان انا ده زنب بسيط لا طبعا ده مش زنب بسيط انت بتقذي روح وده ليه كرمة وهترجع عليك يعني اي فعل سيء بيخلق كرمة سلبية فهترجع عليك وعلى فكرة هتتقذي نفس الازى ان اللي الحيوان حسه ونفس الوقت يعني لو الحيوان مثلا اتقذى قعد مثلا فترة ان هو يتقلم او يتعذب او مثلا رجله تقصرت او اي حاجة من الفعل اللي احنا عملنا ده بترجع عليك بنفس القلم وبنفس المدة كمان فمحتاجين بجد فعلا على طول نرائب نيتنا ونرائب كمان ونعرف اللي هي اسباب النتائج اللي احنا فيها ايه علشان اللي انت عايزه يتجلى في حياتك هتحصده من اللي انت هتقدمه اللي احنا بنعمله عملنا قبل كده بنحصده دلوقتي واللي احنا بنتعامل بي دلوقتي هنحصده في المستقبل فانت اللي بتكرر هنطلع دلوقتي فاصل صغير ونرجع لكم تاني ونكمل موضوعنا عن الكرمة بعد الفاصل الكرمة كنون بيعمل بدقة متنهية بالتساوي ما فيهوش زيادة ولا نقصان زي ما بتعمل بيرجع لك داين تدان وكمان مش بس في علاقاتنا بتخضع لقانون الكرمة كل حاجة بنعملها في حياتنا وكل تعملاتنا مع الكون بيخضع لقانون الكرمة تعملاتنا مع الانسان مع الحيوان مع الطبيعة مع الارض اللي احنا عليها مع البلد اللي احنا فيها كرمتنا بترجع علينا حتى جسمنا الكرمة بترجع علينا به يعني مثلا لو الانسان حافظ على جسمه واهتم به وتواصل معاه ونام كويس جسمه كرميته بترجع عليه إنه هو بيبقى إنسان نشيط وصحيته كويسة لكن لو الشخص أهمل جسمه سهر كتير منامش قاعد يفكر أفكار سلبية كتير قوي ده برضو بيرجع على جسمه وبيبقى حاسس على طول بالخمول وحاسس إنه هو تعبين على طول معظم الوقت فإحنا محتاجين إن إحنا نفهم إن كل حاجة بنعملها كرميتها بترجع علينا أي تعاملات في الحياة وفي الكون كله وكمان في نقطة مهمة جدا في موضوع الكرمة إن في ناس بتقول إن مثلا الكرمة ممكن حد تاني يتحمل كرمة يعني ترجع عليه الكرمة إن حد مثلا لو أب أو أم عملوا حاجة الكرمة ترجع لأولادهم طبعا الكلام ده مش صح مفيش حد بياخد كرمة حد مفيش حد بيرجع عليه كرمة حد أو بيتحاسب أو بياخد جزاء حد ده ربنا قال لنا ولا تدر وزرط وزرط أخرى فكل واحد بيتحمل كرميته اللي بيعمل خير بترجع عليه واللي بيعمل شر بترجع عليه علشان كده مهم جدا ناخد بالنا في كرمة العلاقات علشان التعامل في العلاقات هو أساس التجربة الأرضية ربنا ما خلقناش لوحدنا في الكون ربنا خلقنا علشان نتعامل في تجربة واختبار أرضي والتعامل ده هو اللي بننجح أو نسقط فيه علشان كده لما بنتعامل بنيت خير وتسامح وصد ومساعدة للغير بترجع علينا كرمة الإيجابية في الحياة وفي الآخرة واللي بيتعامل بنيت الصراع والتنافس والحقد والكرهية برضو بترجع عليه الكرمة السلبية في حياته وفي الآخرة فمهم جدا نحن ناخد بالنا من تعاملنا ومن علاقاتنا كرمة العلاقات مهمة جدا نحن نركز فيها يعني مثلا لو العلاقة بين الراجل وزوجته الزوج وزوجته لو الزوج تعامل بشكل سلبي مع زوجته كرمة هترجع عليه مش شرط ان هي منه لعني هو مثلا تعامل معها باسلوب قاسي فده تسبب لها بألم قوة الألم اللي هي تحملتها وقوة المشاعر اللي هي اداقت فيها والمدة اللي اداقت فيها هترجع عليه كرمة ان هو ممكن يلاقي مثلا حد يسبب له الألم ده من ناحية تانية مثلا مديره في الشغل ان هو يتعمل معه بقصوة يسبب له ألم ونفس الوقت على فكرة اللي هي تقلمت دي ممكن مثلا قريبه ممكن من ولاده فمهم جدا ناخد بالنا لما نلاقي نفسنا ان احنا في علاقة بنستقبل منها طاقة سلبية نشوف احنا بعدنا طاقة سلبية لمين في علاقة علشان نتخلص من الطاقة السلبية ومن الكرمة السلبية وكمان في العلاقات في نية مهمة جدا ان احنا في العلاقات يعني معظم خلينا نتكلم المتزوجين لما اتنين بيتجوزوا بيدخلوا العلاقة بنية ان كل واحد عايز يغير التاني ونية التغيير دي بتبقى نتجة عن عدم تقبل وعدم التقبل ده بيرجع بقرمة سلبية عن الشخص عشان احنا يعني في اي علاقة احنا مش وظيفتنا ان احنا نغير بعض على فكرة احنا وظيفتنا ان احنا نغير نفسنا وانطور من نفسنا ونساعد غيرنا ونتقبل غيرنا عشان ده يجذب لنا طاقة تقبل الاخرين هيتقبلونا والاخرين ممكن يتغيروا علشاننا لكن فعلا اي علاقة سواء كانت ان هي زواج او حتى صداقة او اي علاقة في الحياة قدامنا حلين يا اما نتقبل العلاقة بكل ما فيها وده هيجذب لنا طاقة تقبل وكرمة تقبل يا اما نبدع العلاقة لو مش قادرين نتقبلها لكن الصراع والمجهود والاستنزاف الطاقي اللي بيحصل في رغبة كل طرف انه هو يغير في التاني بجد بيجذب كل الطاقات السلبية والكرمة السلبية عندنا كمان في الكرمة العلاقات فيه عندنا كرمة الحرية الحرية مهمة جدا ربنا خلقنا احرار كل انسان من حقه مخير وانه هو يمارس حريته فما ينفعش ان احنا في تعاملاتنا نسلبها من بعض البني ادم لما بيتعامل كده مع الاخر بترجع عليه كرمته وبيتسلب منه حريته يعني مثلا لو قلنا مثلا الام والاب وولدهم لما يمنعوا من هما يمارسوا حريتهم ويجبروهم ان هما يدخلوا كلية معينة اللي هي بيتقال عليها كليات القمة وبصراحة انا يعني عندي اعتراض كبير قوي عن كليات القمة اللي هو بقينا وكلنا مبرمجين عليها علشان القمة هي القمة اللي بنوصل لها لما نفعل شغفنا القمة اللي بنوصل لها لما بنبدأ لما بنعمل حاجة اللي احنا عايزينها لما بننجح القمة مش ان احنا اسامي كليات وعلى فكرة سبب انه في بعض الدكاترة مثلا والاطباء فيهم فشل عندهم فشل والاخطاء كتير هو سبب استقافة دي ان في كتير بيكرهوا ولادهم يدخلوا المجال الطب او الهندسة ان هو كليات القمة وهم مش بيحبوها يعني هما متفوقين اه لكن مش مجالهم فاخطاءهم هتكتر فيها كل ما الانسان ما بيحبش حاجة اخطاءه بتكتر وده بيمتج لنا طبعا احنا بنشوف اخطاء ده كترة ومهندسين وحاجات كتير جدا فمهم جدا ان احنا ما نكرهش حتى ولادنا يعني ما نتعملش معاملوا انهم ملكية خاصة هم مش ملكية خاصة لازم يبقى لهم الحرية لازم يبقى لهم حياتهم لازم يبقى لهم اختيارهم يعني احنا اوكين ييتنا خير ان احنا عايزين ولادنا افضل بس حتى في دي قرمتنا هترجع علينا يعني رغم ان ييتنا خير احنا بنحرمهم يمرسوا حريتهم فقرمة هترجع علينا ان احنا نتحط في موقف ما نعرفش نمارس حريتنا ان مثلا لو مثلا القب في شغله ما يعرفش يمارس حريته ما يعرفش مثلا ان هو عايز يطور شغله لو هو عايز يبدأ في شغله لو هو عايز يتقدم في شغله يجي له رئيسه يبقى ديكتاتوري يقول له لا احنا خلينا كده يحجمه ما يخليهش يبدع فيحس ساعتها ان هو بيعمل كده مع ولاده ده مش عقاب ده تعديل مصار يعني ربنا بيبقى عايزنا ان احنا نتغير ونتفكر مش ان احنا نقعد نغير في اللي حوالينا ونكره اللي حوالينا لا اقراه في الدين يعني احنا لا اقراه عندنا في الدين فما ينفعش ان احنا نكره حد ولا حد تولدنا اللي احنا بنفتكرها فعلا ملكية خاصة هما مش ملكية على فكرة وحتى في حياتنا عموما ما ينفعش ان احنا نقصر على حد او نكبت حريته او نخليه مثلا ما يفعلش فكرة عنده احنا نكبت مثلا افكاره لا ما تفكرش كده ما تعملش كده ما تدخلش التجربة دي علشان انا دخلتها زمان واتأذيت منها على فكرة هو التجربة اللي انت دخلتها ممكن هو يدخل حاجة غيرها او يدخلها هي بالزبط ويتناولها بطريقة مختلفة فاحنا فعلا محتاجين نمارس حريتنا علشان احنا بنكبر بحريتنا بننضج بحريتنا من تجربنا الالم اللي احنا بندوقه في اي تجربة صعبة بيبقى غيرنا عايز يحمينا منها هو سبب خبرتنا في الحياة هو اللي بيخلينا ننضج هو اللي بيغير لنا فكرنا مين فينا ممرش بتجربة قلم غيرت حياته 360 درجة مين فينا ممرش بتجربة صعبة وبعد كده لأ يعني فيها منح كتير قوي في المحنة اللي هو فيها فمحتاجين ما نحميش حد من تجربته ومحتاجين برضو ندي كل واحد ان هو يمارس حريته هتقدم حرية للاخر هترجع لك كرمتك ان انت هيتقدم لك حرية كل ما هندي حرية للاخر كل ما هيتقدم لنا حرية دي بالنسبة لقرمة الحرية وهي مهمة جدا ناخد بالنا منها عندنا برضو في العلاقات في كرمة العلاقات كرمة مهمة جدا وهي كرمة اصدار الاحكام كرمة اصدار الاحكام من اهم الكرمات اللي احنا بنواجهها في مجتمعنا لأي حكم انت بتصدره بيرجع عليك نفس الحكم ونفس الاذا اللي تسببته بحكمك على الاخر علشان الاحكام اساسا ظالمة دايما الحكم ظالم مفيش حكم مش ظالم علشان احنا لو في موقف لو مثلا في موقف وحبينا ان احنا اصدرنا حكم مجرد ان انت اصدرت الحكم مخك عقلك وقف مش هتفكر بأسباب تانية مش هتفكر مثلا بنتايج تانية مش هتفكر بسبب للموقف ده او للكلمة دي او للحدث ده عقلنا بيقف عشان انا حكمت هفكر تاني ليه يعني عقلنا بيفهم بالمنطق انا خلاص حكمت هفكر تاني ليه يعني مثلا لو حد شاف شخص بيحط ايده في شنطة يعني اثنين صحاب واحدة قامت وواحدة قامت تحطت ايدها في شنطة صاحبتها لأول وهلة كده اي حد هيشوف ممكن يقول دي حرامية ده حكم وده مش من حقنا على فكرة لا قانون ولا شرعا ان الحكم لله واللي يحكم في الموضوع بعد كده ما يفعش انا اقول حرامية انا اقول انا شفتها اوصف اللي احنا شفناه انت من حقك توصف الحدث لكن مش من حقك تحكم اللي من حقه يحكم القاضي ربنا اداله الحكم بس بعد بقى ما بيحصل بقى بيتحقق ويعرف ويصدر الحكم وكده لكن احنا مش من حقنا نحكم وممكن برضو ان احنا ما نصدرش حكم هنوصل لمرحلة ايه ان يبقى فيه سبب تاني ان يبقى عندنا سبب تاني انه ممكن الشخص ده لقى فلوس لقيت مسلا فلوس صحبتها وقع حطتها لها وممكن بتحط لها كدو ممكن حاجات كتير جدا يبقى ليها سبب تاني لو احنا ما حكمناش كان عقلنا فكر ووصل لها قبل ما يشوفها فمهم جدا ان احنا ما نتصرعش ونحكم لاي سبب من الاسباب عشان الظاهر بيخدع واللي جوه احنا نجهله فما ينفعش نحكم على حاجة احنا نجهلها اصلا وكمان عندنا مثال مهم جدا في موضوع اصدار الاحكام هو اللي بيحصل دلوقتي كم اصدار الاحكام اللي بيحصل على السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بالنسبالي هي وسائل الانفصال الاجتماعي انا بسميهاش تواصل من كتر ما بقينا بنتعامل مع آلة انا حاسة ان كم كبير من الناس اتعدى من الآلة دي اتعدى بعدم الرحمة اتعدى بعدم التحقق ان احنا بقينا اسهل حاجة في الحياة ان الشخص يدخل على السوشيال ميديا ويفضل يدي احكام يحكم على فلان فيه حسب بقى النواية بتختلف حد عايز يقزي حد حد بيجامل اللي عايز يقزي حد لقى الناس بتتكلم بيتكلم معاهم ما بقاش فيه تحقق ما بقاش فيه وعدم التحقق ده على فكرة كمة في عدم الرحمة ما بقاش فيه رحمة يعني ساعتنا بستغرب جدا لما بلاقي الترند على السوشيال ميديا اللي هو بيطلبه بالرحمة في موقف معين والحاجات دي تقررت كتير الايام اللي فاتت دي طب احنا بنطالب بالرحمة مش لازم يبقى عندنا رحمة اصلا في اسلوبنا يعني ما ينفعش ان احنا نقصه ونحكم احكام من غير ما نتحقق ومن غير ما يبقى عندنا رحمة فيها محتاجين ان احنا لما مثلا حد من صحابنا شخصية عامة شخصية مشهورة فنان على السوشيال ميديا صدر منه فاعل غلط محتاجين ان احنا نفصل الفاعل عن الفاعل يعني نفصل الفاعل على الفاعل مبادئ النحو اللي احنا بناخدها في ابتداء انه نتعامل مع الفاعل مش مع الفاعل ما نجيش مثلا نتباحه ما نجيش نحكم عليه بالاعدام انت شخص سيء ولازم لو مثلا فنان ما يمثلش تاني ولو اعلامي ما يطلعش تاني ولازم يتفصل من شغله ولازم ولازم احكام بجد مرعبة وتنمر مرعب بقيت بشوفه بستغرب بقول هي فين الرحمة محتاجين ان عما حد في اي مجال يغلط نمسك الفاعل احنا على فكرة انت ممكن تنقض وترجع كرمة ايجابية عليك ان انا بتبقى نيتي ان انا بنقض حاجة غلط علشان احسن الشخص اللي قدامي مش بنقضه عشان مثلا اخرب حياته مش بنقضه وتنمر عليه واحكم عليه احكام قصية جدا علشان ادمره يعني هي بتفرق يعني في الحالة دي هترجع عليك كرمة سيئة انت متخيلين كم القرمة السلبية اللي بترجع على الاشخاص اللي هو ده نهجة حياتهم يعني يدخلوا يكتبوا كلمتين ويرجع مثلا لو الكلمة اللي هو كتبها سببت ان حد تفصل من شغله مثلا يرجع بعد كده القرمة ترجع عليه وممكن يتفصل من شغله انتو متخيلين القرمة يعني مش مهم ان انت عملت كلمة دي بسيطة لأ انت بتاخد نتيجة عملك مش اللي انت عملته يعني ممكن تقول دي كلمة لأ بس الكلمة دي سببت ايه فبترجع ان هي ممكن فعلا حد يتفصل من شغله ويجي يقول هو انا عملت ايه هو انا في ايه انا معملتش حاجة انا ما قزيتش حد عشان اتقذي بالطريقة دي لأ انت قزيت لو بكلمة لو بحرف لو بنظرة لو بتنمر لو بإحاء ناخد بالنا كل ده لي كرمة ومش بحجم اللي انت بتعمله بجد احنا محتاجين قوي ناخد بالنا انه مش بحجم اللي انا بعمله بحجم تأثيري في اللي قدامي لكن انا مثلا لو فصلت الفعل عن الفعل ونقضت فعل بني آدم عشان يحسن من فعله بعد كده وما يكرروش تاني دي كرمة جميلة وإيجابية هترجع علي ربنا هيوقف لي اللي يرشدني وما يضلنيش يعني دي بتبقى حاجة جميلة وكلنا في حياتنا بنبقى محتاجين ربنا يوقف لنا اللي يرشدونا وما يضلو ناس فاحنا بنفعل الكرمة دي ان احنا نعملها اللي عايز يرجعلك ابتدي انت وعمله المعاملة اللي عايز تتعملها عاملها الحاجة اللي عايزها تتجلى في حياتك انت ابدأ وروح عاملها مع غيرك ما تصدرش احكام ما نحكمش على حد وده مهم على فكرة يعني موضوع اصدار الاحكام دي والكرمة بتاعته حتى مع ولادنا ممكن ترجع علينا على فكرة كرمة الاحكام يعني ما ينفعش ان انا ولادي لما اجي اقول لهم يعملوا الغلط اقول لهم انت انسان مش مؤدب مش متربي انت انسان فاشل ما ينفعش ان انا احكم عليهم احنا مش بنحكم على الشخص افصل الشخص واحكم على السلوب اقول له الابني مثلا انت التصرف والفعل ده عملته غلط ما ينفعش ان انت تعمل التصرف ده وبتدي افهمه انت انسان كويس ما ينفعش ان انت تعمل التصرف ده تاني عشان تفضل كويس احنا كده بنربي ولدنا على عدم اصدار الاحكام وهي دي بداية فبيعود علينا الكرمة بالخير بيعود علينا الكرمة ان ما فيش حد بيصدر احكام علينا بيعود علينا الكرمة ان ما فيش حد بيحاسبنا احنا كشخص لا ولا بيحاسبنا بينقود افعلنا لو عملنا حاجة غلط بجد موضوع اصدار الاحكام وكرمة الاحكام مهم جدا في علاقاتنا ممكن لما نتحرر منه يعود علينا بفايدة جبيرة جدا بتحسن العلاقات وبكل حاجة وكفاية جدا ان احنا نتحرر من لعنة كرمة الاحكام هنطلع دلوقتي فاصل صغير ونرجع لكم تاني نشوف ازاي نتخلص من الكرمة السلبية محتاجين قوي ان احنا نرائب نيتنا محتاجين قوي ان احنا نفضل نرائب ونراجع في نيتنا علشان مجرد النية بتدخل فاي حاجة هنعملها بتدخلق الكرمة بتاعتها ولما بنفعل النية الكرمة بتتفعل وبترجع علينا فلو كرمة ايجابية هترجع علينا ولو كرمة سلبية هترجع علينا برضو والرسول علي افضل الصلاة والسلام في حديث ليه قال لخص القصة دي كلها في جملتين اللي هم انما وانما الاعمال وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى مجرد النية بتخلق الكرمة مجرد ما بنوي كرمتي بترجع علي فعلا نية الخير وفعل الخير هي افضل طريقة علشان نعيش حياة افضل حلقتنا خلصة النهاردة ويريد تكون عجبتكم وفادتكم وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة